هل تريد أن يصبح لديك وقف صدقة جارية بدون أم تدفع أي مبالغ مالية ويستفيد منك الآلاف بل ملايين من الناس تستطيع نشر مقاطع الفيديو أو صور أو مقالات أو ملفات صوتية على الإنترنت في أي مجال كان علمي، ثقافي، اجتماعي، ديني، اقتصادي، تعليمي، سياسي، قانوني وفي أي مجال تريده وتجعل الناس تستفيد من علمك مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صادح يدعو له الآن دعوني أريكم مدى أهمية نشر العلم في حياتنا سأقوم أمامكم بالبحث في جوجل عن هذا الموضوع كما تشاهدون ظهر لكم موضوع سبق وأن قمت أنا بكتابته سابقا والآن سأقوم بالبحث في اليوتيوب عن موضوع كيفية صناعة مركاب الشاي كما تلاحظون فقد ظهر مقطعي على اليوتيوب والآن سأقوم بالبحث عن مقطع صوتي من خلال جوجل كما تلاحظون لقد ظهر ما أريده أمامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآن سأقوم بالبحث عن صورة من خلال جوجل كما تلاحظون فلقد تم ظهور الصورة المطلوبة في جوجل من خلال موقع تويتر كما يمكنكم أنتم نشر المقاطع والمقالات والصور والصوتيات على الإنترنت فتستطيعون نشر مقاطع الفيديو من خلال موقع يوتيوب وتستطيعون نشر المقاطع الصوتية من خلال موقع ساوند كلاوند وتستطيعون نشر المقالات من خلال موقع بلوغر الذي يتيح لك نشر مدونات خاصة بك وموقع وورد بريس الذي يتيح لك إنشاء موقع خاصة بك وموقع ويكيبيديا لنشر الوثائق والمعلومات في كافة التخصصات وتستطيعون نشر الصور من خلال موقع بلوغر وموقع وورد بريس وأيضا مواقع فيسبوك وتويتر ولكن يجب كتابة عنوان الصورة أو الكلمات الدالة على الصورة حتى يتمكن الجميع من البحث وإيجاد الصورة وغيرها الكثير والكثير من المواقع ولقد وضعت لكم مجموعة من الروابط المهمة جدا التي تتحدث عن شرح لكل موقع من المواقع المذكورة سابقا وكيفية نشر العلم والمعلومات فيها وفي نهاية المقطع لا تنسوا قول الدعاء اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين